السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا النهاردة عن طائر جميل جدا الطاوص في الفيديو اللي هنعرف معلومات كثيرة عن الطاوص هنشوفه زي ما انتم تشوفوا قدامكم كده لانه هو من ألطف وأحلى أشكال الطيور ودائما بيتميز بغرابة صوته ولكن يمتاز بجمال زيلو والوان مختلفة وجذابة سبحان الله على جماله طائر الطاوص بيعيش فين؟ بيعيش في مجموعات وما بيحبش الوحدة خالص الوحدة بالنسبة له بتهدد حياته من شدة الحزن ممكن يموت والطاوص دايما ما بيحس بالخطر بيقوم فجأة كده يذهب ويقعد فوق الأشجار حتى يزول الخطر وبعدين ينزل تاني أما شكل الزكور بالنسبة للطاوص زيول ملونة ممتازة جدا بالمظهر الجذاب والألوان الكثيرة المبهجة دايما الزكور في الطاوص تبقى جميلة جدا الطاوص بتميز اللي هو يمكنه يزوج من أكثر من أنسة والأنسة بتختار من تتزوجه على حسب مقدار جماله يعني طول الدل إيه والألوان المتواجدة فيه إيه وبالتالي بيحب دايما الجمال في الزكور في دايما كتير للطاوص أنواع كتير هنااااااكّ لونه أخضر يعظم المتواجد في الدلم الطووني هناك نوع تاني من الطاوص عدواني عندما يكون way upáž Nós لونه أخضر الذي يوجد فيِ ندونيسيا هذا النوع عدواني ولا يت because of the opposite هناك نوع أن نوع التاني من الطاوص الهندي في لا بدأ فيه اللون الأزرق هذا هو موجود في الهند ويسمي بطاوص الهند أما النوعigo النوع اللي بعد كده اللي هو القنغو والنوع ده يكاد ان ينقرد ويعني حياته مهددة بالانقراط موجود في افريقيا طبعا في اماكن القنغو ولا تملؤ الالوان زي الانواع الثانية اما بقى غذائه انا عاوز رب تهوص مثلا في البيت بتغذى عليه عرف مخصص له ولكن لابد من ارتفاع الكالسيا يعني دائما تبقى ارتفاع الكالسيا فيها طعام يعني وقت التزاوج في موسم التزاوج بيبقى الكالسيا بيبقى كتير في طعامه في الوقت ده وبيسهل على عملية التزاوج كمان بيتغذى الطووس على طعامها كتير زي نباتات الاوراق بعض الفواكه بيحب الموز بيحب السوداني وبيحب اللب عشان كده بيعيش دائما الطووس في الاماكن اللي فيها الحاجات ده كلها ولما نبص للطووس بتشوف الوان جميلة جدا الوان خلابة يعني نفكر شوية كده اين يعيش و اين يتواجد هذا الطقر الجميل بتواجد في اماكن كتير مش في مكان واحد بس كل نوع من انواع الطووس يعني كل نوع اللي احنا قلناه ده الهندي واللي موجود في القنغو ده انواع كتير واللي موجود في اندونس العدواني بيبقى لها اماكن كتير وفي جميع دول العالم مش دولة واحدة بس وده في حد ذاته كويس جدا ما يستطيعش العاش في درجة حرارة مرتفعة ومن اكثر الاماكن ركز في الحتة دي قالك الطووس موجود في جميع دول العالم وليس دولة واحدة ولكنه لا يستطيع العاش في درجة حرارة مرتفعة مش مرتفعة او بس عند غابات الاستوائية وكلام ده كل اكثر الاماكن مفضلة للطووس هي الغابات المناطق الزراعية بعض الانواع اللي فيها اشجار يحب هو الاماكن دي كلها ده بالنسبة للمعلوماتنا النهاردة عن الطووس والطائر الجميل ده اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم ونستنونا دايما في معلومات كتير ثقافة متنوعة عن حاجات كتير ان شاء الله في قناتكم قناة اجيال اندروس تيفي كان معكم اسامر المؤسس اجيال اندروس تابعونا اول باول هتلاقي اخبار كتير وهتلاقي حاجات جميلة جدا عندنا في القناة في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك اشترك في القناة